عن الخبر الثاني اللي معنا نهاردة فالخبر الثاني هو عن مدينة في اليابان مدينة كيتزانيا اليابانية مدينة كيتزانيا هي مدينة للصغيرين بيعيشوا فيها حياة الكبار ومبنية على فكرة انه بتجعل الاطفال بيجربوا 80 وظيفة مختلفة بشكل عملي وقريب جدا للواقع وكل ما تتخيل من اعمال يعني ممكن يعلمهم وظيفة عامل بنزين مثلا وازاي العربيات بتجيلوا ولما تيجي ازاي الاطفال يعبوا البنزين للناس حلوة يعبوا دي ثم مثلا ينظفها كما هي العادة في كل محطات البنزين الحقيقية في اليابان وطبعا العربيات هي عربيات كهربائية صغيرة كده بيسقوها الاطفال جوا طبعا عشان يعني الامن والامان ويعني سلامة الاطفال وبعد كده بيتم اختبارهم واعطاهم رخصة للسواقة يعني جوا المدينة دي يعني المدينة فيها حالة من التصور يعني والتهيئة فهي عالم كامل كده للاطفال فكمان بيقوموا مثلا يعلموه زي يصلح العربية دي مثلا يصلح مكانيكي صغنن كده مكانيكي على قده كده وكمان فيه تدريب على مثلا استقصال مثلا المرارة على اجهزة فيديو يعني فيه عالم كامل جدا فيه مثلا وظيفة مقدم اخبار هنا مثلا مصور يخليك مثلا صحفي يخليك يعني يعلمك يخليلك عالم مصغر ويمرنك على كل التفاصيل اللي موجودة في العالم الكبير لكن في هذه المدينة الصغيرة اللي بتعيش عالم الكبار وكمان عندهم عملة خاصة بيهم يعني مش بس كده يعني زي ما تقول ايه بلد وطن وطنطن كده صغنون جوه الوطن الكبير وعندهم كمان حساب في البنك يعني يقدروا كمان يستخدموا العملة دي في ان هما يوضعوا حسابات في البنك برضو بنك صغنون زي التجربة كلها فيه كمان يعني انا شايفة انه انه العالم الصغير ده ده بيأهل الاطفال ان هما يطلعوا للحياة بشكل يعني فيه عملية يعني بيتعلموا الحياة العملية من سن صغيرة وبيحسوا ان الطفل يبعارف من هو صغير هو عايز ايه هو محتاج يطلع ايه عايز يشتغل ايه فيعني اظن ان دي تجربة حلوة جدا جدا واتصور ان هي موجودة برضو في دول تانية او ابتدت في الانتشار في دول تانية وساعات بيعملوها بشكل كوميرشل او بشكل تجاري يعني ان الاطفال تروحوا تقضي يوم لكن في اليابان الموضوع متاخد بجد جدا بجدية شديدة جدا واحنا يعني ما عندنا شمانة يعني ممكن يبتدي جد وبعد كده نقلبه زار والاتنين في الاخر يعني سماعوا مع بعض